بحفظ الله ورعايتها وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هذا اليوم ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تفتتح مساء اليوم وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وسعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وسعادة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بعد ذلك صافح جلالة الملك المفدى كبار المستقبلي من أصحاب السمو الملكي والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين كما صافح خادم الحرمين الشريفين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى وبهذه المناسبة تفضل جلالة العاهل المفدة بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعرب عن سرورنا البالغ للالتقاء مجددا بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشاركة في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض والعمل مع إخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لإنجاز المزيد من الخطوات لدعم المسيرة المباركة التي ننتهجها نحو التكامل الخليجي في جميع المجالات تحقيقا لأمار شعوبنا ومواكبة لمعطيات الحاضر واستجابة لتطلعات المستقبل وإسعدنا أن نؤكد أن هذه الاجتماعات الأخوية بين قادة دول المجلس تعد فرصة سانحة لتبادل الرؤى والتشاور في كل القضايا والموضوعات التي تهم دولنا وتحقيق كل ما يعود بالخير على شعوبنا والبحث الهادف إلى ترسيخ أمن واستقرار المنطقة في ظل المتغيرات والتطورات المتسارع على الساحتين الإقليمية والدولية وأن هذه التحديات تحتم علينا انسجاما وتنسيقا عاليا في التحرك الخليجي تعزيزا للتعاون المشترك وعملا دؤوبا لتفعيل وتطوير دور مجلس التعاون على نحو يستشعره المواطن الخليجي في تحقيق أماله وتطلعاته في التقارب والتلاحم والتعاون ويسم به إلى التكامل والاتحاد وأننا على ثقة بأن أعمال هذه الدورة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة ستحقق الأهداف المرجوة وستصل إلى الغايات المنشودة في تعميق العلاقات بين دول المجلس على كافة السعود والمستويات تعزيزا لمصالحنا المشتركة وذلك بفضل حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو وإخواننا قادت دول المجلس النفدة وبصيرتهم الثاقبة والتي حصنت دولنا وحافظت على استقرارها وأمنها وجنبتها الكثير من المخاطر في الختام نسأل الله تعالى جلت قدرته أن يوفقنا لتحقيق ما نصف إليه وأن يسدد خطانا لما فيه استهار ورخاء دولنا وشعوبنا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية رافقت جلالة الملك المفدى سلامة في الحل والترحل هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس الأعلى للمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها في العاصمة الرياض في وقت لاحق اليوم وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويرافق جلالة العهد المفدى وفد رسمي مكون من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرتي صاحب الجلالة للأعمال الخيرية وشؤون الشباب معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري معالي الشيخ حمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة سعدة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشاري صاحب الجلالة للشؤون الاقتصادية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشاري صاحب الجلالة لشؤون الاعلام سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدى اللواء ركن طيار محمد بن بحسين المسلم قائد قاعدة الصخيرة الجوية رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحى هذا وقد واصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد على العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال القمة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيتصدر جدول أعمال القمة عددا من الموضوعات والملفات الهمة المتعلقة بمسيرة التكامل الخليج المشترك كما ومن المقرر أن يناقش قادة دول المجلس خلال هذه القمة أيضا مستجدات الأوضاع السياسية إقليميا وعربيا ودوليا وتأثيرها على دول المجلس خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع اليمنية والسورية وتلتأم قمة الرياض لواصل زعماء دول المجلس التعاون الخليجي مسيرتهم التعاونية التكاملية لما فيه خير ومصلحة شعوب المنطقة واستمرارية رخاء مواطنية وامتداد استقرار دول المجلس وأمنها وتطلعاتها نحو صناعة الغد الأفضل لشعوبها وتنطلق هذه القمة الخليجية في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة استدعت المملكة العربية السعودية لبذل جهود سياسية وأمنية وإعلامية مميزة لضمان إنجاح أعمالها جهود كبيرة تبذلها السلطات السعودية طالت مختلف المجالات لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة السادسة والثلاثين للمجلس ولعل الجهود السياسية التي سبقت القمة الخليجية تسيدت الموقف باستضافة الرياض لمؤتمر المعارضة السورية بهدف توحيد صفوفها قبل الأول من يناير القادم والحصول على الدعم الخليجي لها بالتزامن مع انعقاد القمة الخليجية بالإضافة إلى قبول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية دعوة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وقف إطلاق النار في اليمن بدءا من منتصف الشهر الجاري بالتزامن مع بدء مشاورات تجمع طرفي الأزمة اليمنية برعاية أممية المعارضة السعودية تقوم بهذا الدور وهو دور إقليمي وعربي ودور خليجي حقيقي بإمكانه بالفعل أن يحرك ويغير الكثير في الساحة الإقليمية والساحة العالمية ونحن متفائلين بشكل كبير لأن هذا الثقل السياسي والاستراتيجي الموجود لدى المملكة العربي السعودية ودول الخليج بإمكانه فعل الكثير ولكن علينا الاتحاد وعلينا الثقة بالله وفي قياداتنا الخليجية اللي بحول الله ستأخذ دول الخليج والمنطقة ككل إلى بر الأمان بحول الله في فترة قريبة وللجانب الأعلامي دور استثنائي في تغطية هذا الحدث الهام عبر تواجد كبير لمختلف الأجهزة الأعلامية الخليجية والعربية والأجنبية المقرؤة والمسموعة والمرئية في مقر المركز الأعلامي للقمة أكيد هناك استعدادات غريبة على المملكة العربية السعودية على أنها ترتب وتتبنى هذه القمة اللي الكل ينظر لها طبعا سياسيا وإعلاميا أنها تكون ناجحة وبكل تلك الاستعدادات المتكاملة حملت عاصمة الحزم الرياض على عاتقها مسؤولية استضافة قمة اعتيادية بصبغة استثنائية وسط ظروف استثنائية تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود سياسية وأمنية وإعلامية ولوجستية مميزة لضمان إنجاح هذه الدورة التي من المتوقع أن تشكل نقلة نوعية لعمل منظومة المجلس في التعاطي مع مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين الرياض ترجمة نانسي قنقر